بولينا لديها الكثير من الوقت للرسم لكنها تتمنى أشياء أخرى أيضاً أفتقد أصدقائي وأفتقد المعلمين مرت خمسة أشهر منذ أن كان الأطفال آخر مرة في المدرسة كانوا يريدون القيام برحلة مدرسية لكن الكارثة حلت بالبلاد كان من المفترض أن نرى الجليد وهو يذوب لكن الحرب اندلعت في الرابع والعشرين من فبراير تقول والدة بولينا أن توقف المدرسة يجعلها تأسف لقرارها بالبقاء في أوكرانيا أشعر بالندم لعدم مغادرة مع صديقة لي ذهبت إلى ألمانيا لا أشعر بالأسف على ابنتي فقط بل على كل الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدارس هنا هاجمت القوات الروسية قريتهم في بداية الحرب تعرضت مدرستهم لأضرار جسيمة فاضطر جميع الأطفال للبقاء في منازلهم تم ترميم أحد الجدران لكن أغلب النوافذ لا زالت محطمة ولا توجد تدفئة ستظل المدرسة مغلقة إلى أن يتم إصلاح الأساسيات فيها أكسانا هي معلمة الأدب في اليوم الأول من المدرسة بدأ الأطفال بإرسال كلماتهم الوداعية تستصعب أكسانا العودة إلى الصف المدرسي القديم وهي تشعر بالقلق على تلاميذها من المؤلم التفكير بالوضع وخاصة وضع الأطفال لا نعرف ما سيحدث أيضا هل سينعمون بمستقبل أفضل؟ فهم لا يستحقون ما يجري لهم نسفت القوات الأوكرانية هذا الجسر لمنع الروس من التقدم لكن الناس هنا خائفون من الهجمات الصاروخية الجديدة طالبنا العمدة بعدم ذكر اسم هذه القرية في تقريرنا بسبب خشيته عليها كان للحرب في أوكرانيا تأثير مدمر على ملايين الأشخاص فيها خاصة على الأطفال العودة للمدارس ستكون شكلا من أشكال عودة الحياة الطبيعية لكن الحياة لازالت غير آمنة في كل مكان لا تريد بولينا وزملائها انتظار نهاية الحرب ثم العودة إلى المدرسة يبيعون بعض ممتلكاتهم ويبذلون جهودا في إصلاح الأشياء المكسورة سنعود إلى المدرسة قريبا وسنجمع الأموال التي تمكننا من إصلاحها يكبر الأطفال الأوكرانيون بسرعة يبذلون هنا جهودهم لأجل مستقبلهم بكل ما يستطيعون